بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليم برقية تهنية إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو التي أعادت للشعب المصري والأمة السيادة والعزة والرفعة وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بموقف مصر المحوري والثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل وصولا إلى دورها العروبي والإنساني ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني وانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني